واجبات الأسرة الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع وتمثل الأساس الاجتماعي في تشكيل وبناء شخصيات أفراد المجتمع حيث تطفي على أبنائها خصائصها ووظيفتها هو تعليم الأبناء كيفية التفاعل الاجتماعي وتكوين العلاقات من خلال الأسرة التي تكيف هذا التفاعل وتضبطه على النحو الذي يتوافق مع قيم المجتمع ومثوله ومعاييره بما يجعلهم مؤهلين للانخراط في المجتمع عرف عن الأسرة قديما وما تزال الاكتفاء الذاتي بإنتاج بعض احتياجاتها من خلال التخطيط للدخل والإنفاق وفق معايير محددة لتوفير جزء من الدخل هو منح الأسرة العاطفة لأبنائها لتحقيق الراحة النفسية دون توتر أو قلق من أي خطر قد يحيط بهم هي أن يقدم الآباء الخبرات الدينية والأخلاقية لأبنائهم ليكونوا صالحين وتتمثل في توفير الرعاية الصحية والجسدية للأطفال من حيث الغذاء والدواء والمسكن والملبس ترجمة نانسي قنقر